اهلا بكم مشاهدين الكرام نحن هنا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة حيث سنرصد لكم في هذه الجولة عبر الجزيرة مباشر في مستوصف مخيم النصيرات هذا المستوصف الذي يعتبر للرعاية العاجلة والذي لم يتوقف في ظل هذا العدوان وهذه الحرب المستمرة على قطاع غزة كما تشاهدون هناك اعداد من المواطنين التي ترتاد هذا المستوصف بطبيعة الحالة الذي يحتوي على اقسام عدة من غيار من سيدلية وما الى ذلك من اقسام هامة للمواطنين هناك استقبال لعدد من الحالات هناك عمل دقوب يجري في هذا المستوصف من اجل تقديم كل ما يلزم للمواطنين مع وجود الكثير من الصعوبات التي سنتحدث بها مع الدكتور امير الحواجري يعني الدكتور امير ربما مشغول قليلا بطبيعة الحال نظرا لعداد الحالات التي تأتي اتباعا الى هنا الى المستوصف ومشاهدين الكرام هذا المستوصف جرت عديد من الاستهدفات في محيطه الا انه لم يتوقف للحظة واحدة وظل مستمرا طيلة ايام هذا العدوان وكان يجيء اليه عدد كبير من المرضى ولازال يستقبل اعداد كبير من المرضى في ظل الصعوبات في ظل عدم توفر الادوية بطبيعة الحال كبقية المؤسسات التابعة للمنظومة الصحية المنهارة في اتطاع غزة في ظل استمرار هذا العدوان في ظل عدم سماح الاحتلال لإدخال الاجهزة يعني هذه الصيدلية التابعة للمستوصف يعني اخبرونا انهم يحاولون بصعوبات بالغة جدا توفير الادوية للمواطنين هنا يعطيك العافية دكتور سندخل الآن الى الصيدلية للحديث مع الدكتور الصيدلي هنا يعني هي الصيدلية صغيرة ومتواضعة لكن يحاولون هنا قدر الامكان العمل على تقديم ما يلزم للمواطنين دكتور يعطيك العافية يعني ما طبيعة عملكم هنا الخدمات التي تقدمونها الأدوية المتوافرة هنا للمواطنين هذه عيادة الطوارئ احنا تغيرناها لعيادة رعاية أولية بسبب الضغط الشديد من النازحين في المنطقة يعني أساسا مش هاي العيادة الرسمية العيادة في شارع العشرين بعيد حوالي أكثر من ساعة عن ناس الناس ما بتعرفش المكان فاضطرين نفتح عيادة هنا فرعية العيادة بتقدم خدمات يوميا كرعاية أولية في عنا أطباء مجموعة أطباء في نسا فيها وفي صيدلية الصيدلية طبعا تصرف كل الأدوية الموجودة المكتوبة للمرضى دكتور بما يخص توفر الأدوية هناك حديث عن أن أصناف كثيرة من الأدوية غير متوفرة ولا يسمح الاحتلال بدخولها في أدوية كثيرة وبشكل يومي بتجينا حالات بنحاول نسجل إحنا وبنرفعها لإدارة الصيدلة في المنطقة أساس توفرها إما من تبرعات أو مؤسسات نحن نعرف شو المصدرها بصراحة وبجينا وبنصرف لهم حسب المتوفر الأشياء الغير متوفرة بنحاول نعطيهم إشارة على أنه موجود في الوكالة أو في أساسات تانية يعني حسب الإمكانية الموجودة بنحاول نوفر لهم إياها دكتور أيضا بما يتعلق بالأدوية البديلة هناك شكاوى كثيرة من المواطنين بما يتعلق بالأدوية البديلة وآثارها وأعراضها الجانبية صحيح إحنا بنحاول بقدر الإمكان نصرف نفس العلاج المكتوب للمريض وخاصة الأمراض المزمنة الأمراض الأكيوت اللي هي الحادة اللي بتيجي هذه ممكن إحنا بالتشاور مع الطبيب الموجود في العيادة ممكن نغير ونبدل ندي علاج بديل حسب الحالة الموجودة أما المشكلة الأساسية عندنا الأمراض المزمنة وهذه شاية عندنا في المنطقة بشكل كبير المنطقة الوسطى والجنوب أنه مرضى السكر مرضى الضغط مرضى المراكبين دعمات اللي عندهم مشاكل اندوكراين اللي هي الغدد هدولها مشكلة كبيرة جدا معظم الأدوية تحت الغدد مش متوفرة بصراحة يعني وكيف الناس بتدبر حالها؟ والله إحنا بيجينا بعض الأشياء القليلة جدا من الأدوية هذه بنحاول نوفر لهم إياها مدة أسبوعين حسب الكمية الموجودة في عندنا معلومات عن عدد المرضى أحيانا في المنطقة في عندي مثلا خمس مرضى ست مرضى بحاول حسب الكمية اللي بتجيني بأقسمها بينهم يعني بحاول إني أقسم الظلم على الجميع حسب الموجود يعني الكمية ما بياخدوها كاملة؟ لا بقدرش في بعض حالات ما بقدر أعطيهم كمية كاملة تكفيهم مثلا شهر غالبا إحنا المفروض نصرف شهر بس لأنه الكمية المحدودة بنحاول أن أعطيهم بس حسب الكمية المتوفرة مثلا أسبوع عشر تيام أسبوعين كحد أقصى يعني شكرا لك دكتور إذن مشاهدين الكرام كما استمعتم إلى هذا السرد الذي يعكس واقع معاناة حقيقية يعيشها المواطنون هنا في المحافظة الوسطى هذه المحافظة التي تعتبر المحافظة الثانية بعد محافظة رفح والتي ينزح بها أكثر من سبعمائة ألف مواطن يتركز عدد كبير منهم هنا في مخيم النصيرات وفي كل مناطق المحافظة الوسطى سنتحدث مشاهدين الكرام مع الدكتور أمير الحواجري أحد الأطباء هنا في مستوصف النصيرات دكتور أمير يعطيك العافية الله عافية يعني بالحديث عن ظروف المستوصف الخدمات التي تقدمونها أعداد المواطنين التي ترتاد هذا المستوصف المستوصف هذا بقدم من أول بداية الحرب هو بقدم خدمات للمواطنين وكان في الأول إسعافات للجرحى والمصابين وبعد هيك فتحنا بمجال للمرضى المزمن والأمراض الحادة التي كانت تزيد في كانت تنتشر في هذا الوقت وفتحنا صيدلية والحالات كانت كثير كانت تجينا يعني في اليوم كان يجينا 600 حالة ما بين أطفال ورجال ودكور وإناث طيب دكتور يعني هذا العدد كبير بالنسبة لحجم المستوصف هنا ما الذي كان يعني أو ما الخطوات التي قدمتموها لإنجاز هذا العدد الكبير يعني نتحدث عن 600 مواطن هذه أعداد كبيرة في ظل هذا العدوان لسيما وأن المخافضة الوسطى تحتوي على عدد كبير من النازحين يعني كيف تدبرتم أمور الناس؟ العدد الكبير كان سببه هو نزوح المواطنين من المناطق الشمالية شمال وادي غزة ومشان هيك كان العدد 600 وممكن وصل لـ 800 كمان وربنا يعني ساعدنا يعني أنه كيف نتجاوز المرحلة هذه كان عندنا مثلا طبيبين لكل في كل غرفة طبيبين هي وعندنا غرفتين طبيبين في كل غرفة بالتدريج صار الأمور ماشية كويس يعني خصوصا أنه فتح مركز تاني كمان في المنطقة نفسها يعني خفف الضغط عليكم خفف الضغط اه طب هل كل الأقسام تعمل في المستوصف؟ الأقسام المختبر بس هو اللي بعمل القسم الأشعة جمدناه شوية لأنه ما فيش مجال أنه يشتغل عملناه مخزن المكان هذا وعلى سين خاطر الناس يعني والمعاناة اللي بيعانوها وطبعا الأمراض كانت هنا الموجودة وعندنا غرفة الطوارئ مكان للطوارئ وهذه الطوارئ نستقبل فيها من جرحة لأطفال كان عندهم جفاف نحاول نستوعبهم عنا والأمراض الحادة يعني اللي بتحتاج محليل وبتحتاج عقاقير عن طريق الأورذة وعن طريق العظم دكتور يعني نختم بهذا السؤال بالحديث عن الصعوبات التي واجهتموها ولازلتم تواجهونها في ظل استمرار هذا العدوان أحنا لستنا بنواجه أنه أول حاجة العدد العدد كبير ونحتاج لطاقم كمان أكبر من الموجود عنا كعدد بخصوصا بالأطباء التمريض يعني ممكن نحتاجه كمان بس لطباء عنا نقص فيهم أيش كمان هذا بتقطع هذا ولا كيف آه والأدوية في أدوية موجودة متوفرة وفي أدوية مش موجودة خصوص الناس اللي عندهم يعني أمراض مزمنة في مش كل الأدوية بتكون متوفرة نحن نضطر أن نبدل أو نغير الدواء على حسب حالة المريض شكرا لك دكتور أمير الحواجري أحد الأطباء هنا في مستوصف المصيرات بطبيعة الحال مشاهدين الكرام هذا المستوصف حاله كحال العشرات من المراكز الصحية التي تعيش معاناة لكن رغم هذه المعاناة هناك عمل دؤوب يجري هناك خدمات تقدم للمواطنين سنكون معكم امتباعا عبر الجزيرة مباشر لننقل لكم واقع الحياة هنا في قطاع غزة لسيما واقع المنظومة الصحية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة للجزيرة مباشر أشرف السراج كماوك كماوك المترجم للقناة